يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا با عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باياب نجاة الامة ما خواب ما يا عيان تمسك بكم وامن من لجاة اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوز عظيم ولقد مررت إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطيف كي نسقيها ولقد مررت بأعلى منازل عصبة صبط النبوة ثقل النبوة كان ألقي فيها ولقد ذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تضغي لصوته أخي هذه نساؤك من يكون وذا سرت في العسر حديها ومن حديها يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسبية حديها يروى أن الحسين لما خرج من المدينة ترك طفلة له عليلا يقال لها فاضن قال تاب خذني معك فلا طاقة لي على فراقك قال ابني أنت مريضة ابقي فإذا استقر بنا الدار واستقرت بنا الحال بعثوا لنك من يأتي بقي لي نوم هذه الطفلة تعاين بالليل وأهلها يحملون وهي وحدة ما حد يقلها أبويا حضرت غراضيك يلا خلينا نمشي ما حد يذكرها اتقلها نجويا يعدى وحمل ضعنهم اتقلها نجويا يعدى وحمل ضعنهم والله يجن غريبا ممان منهم أجويا حملون وأنا تفكر لهم أظلموا حجوم ظلم نزلهم يا بو يا حسين والله يا حملون وانا تفكر لهم أظلموا حجوم ظلم نزلهم الصحة بو يخذوني يخذوني وياكم أسرج الخيل أسرج الخيل وحط فراشكم لأو تشل تشل الليلة بو يخذوني خاتم عدكم والله وحط فراشكم لأو تشل تشل الليلة والله معلي لا معلي لو غريب لا تخلوني ثم إذا النهار جعت لدارها وقد أصبحت وحشة ترامح رابل حسين خالم وحشة ومهد الرضيع خالية أخذتنا جدار نقلها يا دار يا عيدا ماما ما نجدت عنها ليتا الله لا يعوحي اجداركم يا عيدا يا عيدا إيا ما نجدت عنها ليتا والله وين حسين رائتا وين البطل عبما سحاتيك والله وين العجير والزلم ذيك الجمح جيادار وغراب البين ناعيك والله على حسين على حسين عزين وغزيك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم على حب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد أصدنا الصباح هذا الخطاب القرآن العظيم المهول الذي أكاد أجزم أنه لا يوجد خطاب ديني شهدته الأرض والبشرية يستوعب جنس البشر على صنوفه الكثيرة كهذا الخطاب العظيم النوعي العالم يخاطب جنس البشرية فيقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لا فضل جين على جين لون على لون جنس على جنس عرق على عرق مطلق بني الإنسان هذا هو مشروع الإسلام الإسلام ينظر إلى التراث الإنساني نظرة احترام وتقديس كل إنسان محترم بالرؤية الأولى في الإسلام يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لتعارفوا أهم شيء إحنا خلقناكم للإندماج والمعرفة والتكامل هو التعارف شنو المعنى المقصود مننا التعايش التعارف ليس هدف بحد ذاته وسيلة للإندماج وإثراء التجربة البشرية الإنسانية هذا هو الخط العام في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أنه أطولكم لونكم لونا عرقا جنسا إطلاقا خطاب بشري لجنس البشر إعلان عالمي من القرآن الكريم هذا الخطاب يأسس إلى مسألة جدا مهمة أخواني أخواتي وهي إلى أن الإسلام يعطي أهمية للبعد الإنساني بالدرجة الأولى أول شيء الإنسان بما هو كينونة على الأرض يجب أن يأخذ كل امتيازاته وحقوقه بعد ذلك تأتيه المعرفة يعني ما لا معنى واحد جوعان تقول له صوم أو تعال صلي واحد عريان وتقول له روح للحاج لا المرة تشبع تكسو بعدين تطيقيم معنويات أول مرة له حقوق إنسانية يجتمل عليها يأخذ حقه منها ثم بعد ذلك تضيف عليه المعنويات وتعطيه المعارف يجب أن يأخذ حصته وحقه في إنسانيته من رسول العظيم صلى الله عليه وعليه يقول في حديث رائع متواتر عنه قال عليه السلام لكل كبد حرى أجر لكل كبد حرى أجر يعني كل عطشان تسقي ماء تحصل أجر سواء كان مسلم بوذي يهودي نصراني أسود أبيض أخضر أحمر عربي عجر ما كفر بل كل كبدين يعني شنو يعني كلهم نفس يتنفس على الأرض وإن كان حيوان إلك أجر يعني يتحصل ثواب حضرتك مو فقط على بني جلدتك خطاب نوعي بهذه الشمولية لا تجد في أي دين وأنا أتحدى أن تجد هذه الخطابات النوعية لماذا؟ لأن الإسلام يدرك وهو آخر شنس سماوي أن البعد الإنساني عامل مؤثر جدا في إقبال الإنسان إلك أكو شيء اسمه ضمير أكو شيء اسمه وجدان الإنسان بما هو إنسان تشترك فيها كل الناس كل البشرية تشترك يحرق ضمير كل إنسان ما لغا دخل بالدين إذن عندما تثري هذه التجربة الإنسانية عند ذلك تأتي المسألة الدينية والمعنويات لا قيمة لها إذا لم تعطي هذا الجانب حق وحصد أنتو شايفين حضراتكم أكو صورة قديمة يعني ممكن عشرين سنة صالها صورة انتشرت عن طفل إفريقي ساجد واقع حيل بابي بعد من الجوع واقع وأكون نسر وراه منتظر يموت حتى يأكله هذه الصورة هزت ضمير العالم حركت كل ضمير إنساني خلت الممتحدة تصرف أموال برامج نعم منظمة الفاو وغيرها للغذاء العالمي تصرف ميزانية لإفريقيا حارب الجوع صورة تحرك الضمير البجري والله لو النبي ما يقدر يحرك هاي البجري لاحظ لأنها دغدغت المشاعر الإنسانية ما تقدر يتقول له هذا مو مسلم ما تطعمي هذا إنسان إلى حق يأخذ حصة في الحياة في النور في الماء في الغذاء في الدواء ما لا معنى لا هذا مو مسلم ما تعطي ما كنتشحة شي أو هاي قبل كم سنتين صارت موجة لاجئين سوريين طفل اللي غرق على ضفاف اسطنبول بحر مرمرة مادروين وغرقان عمره ثلاثة سنين مرمي علويتشا وحذاءة كرمون صغير حرك الضمير إلى أوروبي والعالم وفتحة أولمانيا وأوروبا أبوابها للاجئين وراحوا مليون سوري على أثر هاي الصورة ترى هذي حرك الواعز الإنساني مو بيدة كاي ما تقدر عليها إذن الأثر الإنساني يحرك الموت ولذلك القضية هنا ما تقدر تقول دين لا هنا بعد يوقف هنا القضية إنسانية وجدانية هل الخطابات الإسلامية خطابات مترقية جدا تخاطب جنس البشر فتقول يا أيها الناس هذا يندمج معا هاي المسألة وهي أهمية التراث الإنساني الإنسان بما هو إنسان قيمة مهمة في الإسلام وعليه من هاي العاية الكريمة نقدر نأسس موسوعة مهمة جدا منظومة نخرجها وهي أنه لا قيمة لأي خطاب ديني ينشر الكراهية بين جنس البشر يسقط كل خطاب ديني نعم ينشر الكراهية بين الناس ويقسم الناس لطبقات ما أنزل الله بها من سلطان لاحظ يأسس إلى التفرق والبغضاء والشحناء يسقط اعتباره من كونه خطاب ديني بل هو خطاب وحشي متخلف رجعي قطعا وقهرا ليس قرآني لأن هذا يتعارض مع مبدأ آية أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا لتندمجوا طاقاتكم وتثرون التجربة هاي اللي يأمنكم الله عليها وهي شنو الأرض نحن خلفاء ولسنا ولسنا نتاج خطيئة مو احنا تكلمنا في وقتها بهذا الباب بالتالي ما لا معنى الخطاب الديني إذا يمتزج بنوع من الكراهية والعنصرية هذا يسقط من كونه خطاب ديني على رجل الدين من يصعد المنابر أن يستحمل نفسه إذا يكون يتكلم عنصري أو يكلم نفس بغيض كراعا ليش؟ لأن الدين يحترم الأسس الإنسانية كل إنسان إلى كرامته وحيثيته وعليك أن تحفظها الرسول العظيم صلى الله عليه وعليه صلوا عليه وعليه على أصواتكم والله صلى الله عليه وعليه وهو يجسد الإسلام هو أساس الإسلام هو المنبع روح في ذا الرسول عشت لطعش سنة في مك ناضل وكافح ما خله أذيه ما أذو به ثمانين مسلم يا الله إجوا ويا أثمانين مسلم لما راح انتقل إلى المدينة عشر سنين تنهنها الإسلام وتطور الملاحظ الغريب أنه في آخر حجة إليه آخر خطبة صلى الله عليه وآله اللي هي حجة الوداع وأنا ذكرت هذه القصة في حجة الوداع في مناسبة المباهلة قبل أسبوعين في خطبة جمعة هنا خطبة خطبة الجمعة ذكرت المباهلة وذكرت المحاورة اللي صارت بينه وبين نصارى نجران وأقول بكل صراحة نسف المسيحية بكلمتين ونقلناها ومن الغريب أخواني أخواتي اثنين أسلموا على هذه الخطبة واحد قبطي في الكويت واحد في كالفورنيا بعثوا لي شهادة إسلامهم أسلموا على أنهم سمعوا حوار النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين نصارى نجران قبل الملاعنة قبل المباهلة الآن للأسف اليوم لمن تنطرح يقول لك أخذهم للملاعنة طيب قبلها شنو كان لم يذكر شيء هذا الحوار ليش ما يذكر يا جماعة الرسول عاش عشر سنين في المدينة منورة وأول ما دخل للمدينة صلى الجمعة صلى الله عليه وآله وإذا أريد نحسب كل شهر أربع جمعة وكل جمعة خطبتين وعشر سنين أعزل السفر وغيره لا أقل عبنا الآن نمتلك خمسمائة خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله تعطينا معنى لإسلام ولكن للأسف أقول لكم تراثنا لا يمتلك إلا أو لا يتوفر عنده إلا على اثناعش خطبة ومو كاملة فقط في حجة طبعا ليش لنهاي معامرة معامرة للإسلام البديل اللي هاي عاثارة إجيت أن الحسين ينحر ويتقرب بدمي إلى الله هاي المأساة الكبرى تأسست إلهة ولأن بأتكم أن الحسين قتل من يوم ذاك اليوم لاحظ يوم الساقيف لأنه قالوا لا يختلطن حديثه مع القرآن اتركوا الحديث عنه فيقول أبو هريرة ما كنا نقول قال رسول الله حتى مات الخليفة الثاني طيب مو الناس تحتاج شنو البديل البديل الخرافة والخزعبلات والقصاصين والكذابيين وروايات ما أزل الله بها من سلطان دخلت عشعشة في عقول الأمة مما يضطر سيد الشهداء صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله في يوم عشرة يقولهم ويلكم هل تعلمون ابن بنت نبي غيري في الأرض انسبوني انتخاف نسيته أنا منه راحوا نسوا الجماعة كل شيء إلى هالدرجة وصل الاستخفال والمضيعة منها هاي الظلامة في جزاء الله خير الشيخ موسى الزنجاني أحد العلماء جمع حاول يجمع تراث رسول الله خطبة أحاديثة حكمة طلع عندنا جلدين اسمه مدرأة مدينة البلاغة جلدين شيخ موسى الزنجاني غير سيد موسى الزنجاني مرجع الله يطول عمره شيخ موسى الزنجاني مدينة البلاغة هذا جامع أنا في حوارة مع النصارى وغيرها كلهم أذكوري هذا يعني بعسر قدر يجمع في النفت شيء ليش لعند النبي إجت أوامر بإلغاء حديثة صلى الله عليه طيب هاي الأمة من هو يربيها إذا مو نبيها يربيها لاحظوا هاي المأساة النبي في حجة الوداء خطب ست خطب اليوم بدي أنا نصف خطبة فقط اسمها حجة الوداء اللي يقول بيها يوشا كان ودعا فأجي نا ربع خطبة نصف خطبة طيب ذني شوين ماكو ليش في كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق على الله مقامه ينقل رواية عن خطبة حجة الوداء غريبة عجيبة هاي الخطبة يقول في حجة الوداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله المسلم من سلم الناس من يده ولسانه هاي بحجة الوداء قريب وفاته روحي في ده بعد لشعرين توفى اعلن ان المسلم مش شهادتين اللي كانت في مكة لا اضطاها بعد قانوني قال المسلم من سلم الناس من يدي ولسانه الناس في مأمن من لسانك ومن ايدك من بطشك والله يأكل اموال الناس ويقول انا مسلم لا انت ما احترامي لك مو مسلم انه بسلب شرعيته الاسلام منه الاسلام بعد 23 سنة صار عنده بعد قانوني الناس تخشى بذاءت لسانه هذا ويصلي ويصوموا لسانه بذيء لسانه وقح ما يتورع ان يهتك الناس ويؤذي الناس هذا الاسلام بريء منه لاحظ بعد قال المسلم من سلم الناس من يديه طبعا شي يقول من سلم الناس ما قال المسلمين يعني جنس البشر يكونون في امن وامان من عندك انت مسلم عمي اما والله انت ماكوا واحد في راحة من عندك ولو ادقرك علي الونهار لا انت ما احترامي هذا الاسلام النبي سلب شرعية الاسلام منه قال المسلم من سلم الناس من يديه ولسانه والمؤمن من امنه الناس على اموالهم ودمائهم عجيب تبين هذا الامان قال والمهاجر من هجر الحرام طور المفاهيم اللي كانت في مكة الهجرة تعني ان يهاجر الانسان من مكة للمدينة المسلم من يشهد الشهادتين المؤمن من يؤمن بالله ويوم المعاد بعد اخر سنة للنبي اخر الاسلام النبي اضطاه بعد اخر لهذه المفاهيم صارت ذا بعد قانوني يعني انت اذا ما تلتزم بذني حضرت جنابك مو يمهي الملة والدين انت خارج والله هذا اللي يرتشي وهذا اللي ياخذ حرام وهذا ينصب على الناس وعلى البنوك ويسرق وكذا ويروح يسوي له موكب حسين لا انت تعب لاحظ ليش لانا النبي بكل صراحة سلب شرعيته من عندك قال هذا ولا يشرفنا ينتمين لان المسلم من سلم الناس من يده هو لسانه لاحظ هذا التصرف الانساني العظيم لنبي الانسانية صلى الله عليه وعليه يراد لان ينعكس على المسلمين اليوم للأسف احنا كثير من عندنا شاطر بالصلاة والصيام وما شاء الله لكن بالمعاملة تلقى ذئب من يرحم اخوه تلقى يرتشي ويكذب اذا وعد يخلف طيب يا عمي اشبق ابن الاسلام بعد هو بس صلاة مو صحيح هذا الكلام ولذلك تشوفون رسول الله صلى الله عليه وعليه اشلون جسد هذا الاسلام العمل يحترم انسانية الطرف المقابل النبي روح في داه في سنة سبعة للهجرة فتح خيبر قفاض الله عليه وخيبر كانت هي سلة الغذاء للمدينة آر الزراعية ومياه مدوم في ذيك السنة صاب مكة قحط سنة سبعة التفت سنة سبعة اصيب اهل مكة بقحط قطع عنهم قطر السماء جاعوا وهم مشركون يعني هم الناس ممؤمنين مشركين جاعوا فبعث صلى الله عليه وعليه طعاما ومساعدات غذائية الى ابي سفيان قال لوزحها على بني قومك انت تتخيل هذا الموقف اعداء ومشركين يبعث لهم طعام واغذية مساعدات انسانية المن لمشركين قريش الذين حاربوه وازعجوه فقال سهيل ابن عمر انقاتله ونأخذ ما له انقاتله وناخذ مساعدات عطاءه فقال ابو سفيان ايو والله ايو والله نسويه فانه كفو كريم ما بيها مضر علينا ناخذ من محمد ليش لان هذا كريم كفو كريم ما يذل نبيه ذني لا يمنوا بصدقته ايو فعلا وابيك هذا هو اللي يخلى باهل مكة يهدؤون لما يدخل عليها النبي ولا واحد رفاء سيف عليه ليش لان دغدغ المشاعر الانسانية معلته يقول لك هذا العام اسعفنا انقذ مجاعة انقذ موقف هل انا شون اقدر اقاتل انا مو العامل الانساني انسان تحترمه نعم تقدر تاخذ من عنده تحترمه ولت هنا تنقص من كرامته مو تنقص عليها حقوق البشرية وتقول له تعال تصير مؤمن ما لا معنى ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وانت رسول الله اذا ما عندك مشي معتدل مع الناس واخلاق الناس ما تسمع لك ليش لان العامل الانساني جدا مهم اياك تلعب بي لا تحرك هذا واتجازف في انسانية الانسان ماكو واحد يتحمله طيب النبي بعد مكة راح الى حنين اكو شاب اسمه ابو محذور الجمحي هذا هو يروي يقول نحن كنا عشر فتية عشر فتية من اهل مكة ما امنا ما دخلنا الاسلام وكان ابغض شيء لنا رسول الله ابغض انسان عليه رسول فذهبنا معه الى حنين احنا يقول مو مسلمين وانكرها ورحنا ويا الحنين تخيل تخيل ليش رايحين قال فكان عملنا شنسوي اذا نام الجيش ليلا الجيش يمشي بصحراء رايح الهوازن حنين اذا نام الجيش تعبان ونايمين ليلا جئنا قريب خيمة رسول الله صلى الله عليه وعليه وخيمة النبي صلى الله عليه وعليه فأذننا نظل احنا عشرتنا نأذن ونستهزئ بالاذان حتى نسمع النبي نزعجه يقومون يستهزئون بالاذان عشرة سفهاء من فتيان قريش يقول شغلتنا كل يلا لما يوقف الجيش ينام نروح يم خيمة النبي قريب عليه نعذن باستهزاء الله يعلم شي يقولون انت تخيل شي يسوون شي يقلبون الكلمات واحد ورا واحد يقولوا بعديا نخلص نشري نختبي يقول ليلة ليلتين هذا شغل نريد نعذي رسول الله نستهزئ يقول واذا بليلة تأخرنا شوي يعني تعد من الليل والنبي علده صرات الليل الى ثلث من الليل واجب عليه قيام الليل صلى الله عليه وآله يقول فاجتمعنا صح نصيحنا هذا الاذان المخربط مالته يقول واذا برسول الله صلى الله عليه وآله خرج من خيمته يريد ان يتوضأ وهو يبتسم صلى الله عليه وآله قال قفوا يقول احنا نجمدنا عيبة النبي صلى الله عليه وآله روحي فدا قال خرج علينا يهيئ نفسا للوضوء وهو يبتسم فقال قفوا قال قفوا وقفنا قال انا كل ييلة قاعد اسمعكم كل ييلة اسمع اذانكم هذا خيركم صوتا علبوا محذورا هذا احسنكم واحد يؤذين ولعله لا يجد الاذان يجد الاذان هو بتعمد انه يخربط الاذان ولعله لا يجد الاذان تعلم الاذان وكن مؤذن اهل مكة راح اصعدك فوق الكعبة تأذن انت اذان رسمي وارزقك كل يوم درهم يقول ابو محذورة فوالله سقطت على وجهي حياء مشرك وسفيه ويتحارش بالنبي بحط الاسلوب هذا كم ليه لا يؤذي واذا النبي يصنع يخلقه من جديد يصنع منه شنو انسان مفيد سوا قال له انت تعلم الاذان صوتك جميل واجعلك مؤذن اهل مكة وارزقك كل يوم درهم يعني بالشهر تاخذ حضرة جنابك ثلاثين درهم صار نافع صار صاحب مسئولية عنده هذا وعنتم تعلموا فاعينكم انتم شباب ليش باقيهم لا يعمل لا اسألهم عن دينهم لا قالهم بيتم مسلمين مشركين شينو وضعكم اتوا عالطالة ايه بالطالة تعالوا علمكم تعالوا ارزقكم تعالوا اشغلكم ويسألهم يقول فامنا فرجعنا وهو احب خلق الله الينا لاحظ وهو احب خلق الله الينا اذا هذا التعامل الانساني بشكل عام هذا الى اثر عند الناس لما نتحرك غريزة الانسان الانسانية تحركها نعم تأثر اثرها تأثر اثرها بلا شك ولا ريب ولذلك تشوفون حضراتكم وثيقة المدينة وثيقة المدينة هي الوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وعاله الى اول مجيئه للمدينة اثنين وخمسين بنت تلاحظون حضراتكم اثنين وخمسين بنت ثمانية وعشرين من هذه البنوت في حق الاقليات حقوق غير المسلمين تلاحظون هذه المسألة منو يذكرها من اثنين وخمسين بنت ثمانية وعشرين بنت في حقوق الاقليات ليش شنو كتب به كتب انهم امنون على اموالهم ودماءهم واعراضهم بعد ولهم حق العمل وعدم التعرف ولهم حق العبادة وكل هذا المنظومة وفرها الهم في احتياجاتهم الانسانية هذه وثيقة المدينة معروفة مؤرخة وثابتة لا يمكن الشك فيها من هنا على المؤمن ان يلتفت الى ان الاسلام يريد من عندنا هذا المطلب ما تتبيغ على الناس وتقول والله انا مؤمن مسلم نهل الجنة وذول ممؤمنين ذول مشركين لا لا ما لك حقت شيء وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه يا جماعة هو اكو ذنب اقسى من الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دونه بذلك مع ذلك الله يقول اذا مشرك طلب حماية ليجوه عندك اجي خايف امنه لان ما من المفروض انسان يبقى خايف الطي حق الامان وان احد من المشركين استجارك فاجره يعني شنو؟ يعني الطي ليجوه خليه امين خليه يشعر بالامان هذا من حق الانساني ان تعيش بالامان فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه بعدين وديه مكان امين وهو مشرك هذه اول دين يعطي حق اللجوء لغيره وين هذه في هذا العنوان الانساني العظيم ومن هنا تجدون ان صاحب هذه الذكرى سار على هذا النهج مع الاسف البعض يحجم ثورة الحسين نهضة سيد الشهداء ويجعلها نهضة قائمة على حكم معين ازالت حكم معين واقامت حكم معين وثورة سياسية لا هي نهضة انسانية يعني دولة الحسين فقط للشيعة للمسلمين لا لجنس البجر وإلا شن واحد نصراني مثل وهب ما شايف الحسين طول عمره ينصهر في حب الحسين ام العجوز تنصهر في حب الحسين طبعا هذه ما صارت احتباطة الامام يمر عليهم هاي القطارة في كربلا يمر عليهم قالها عندك موي يا امت الله عندك موي قالت لا ما عندنا قال هذا البئر شنو قالت هذا وين ناشف رائع قال تأذنين انزح طلع منا وخالته انزح ما بي موي فنازح منه هو اذا هو اذا ما عذب ببركة سيد الشهداء ما عذب سقاها سقاها فرتاحت هذه المرعة من وين قالت والله لو لم اعلم ان عيسى صلب بعقيدتها لقلت انت المسيح شون طلعت لهذا انت اكو بعد معاجز بالوقيت قال اقولي لولدك ان الذي امرك عيسى باتباعه قد جاء وتبين اكو خطة الهية شغل عليهم ذولي هذول الاثنين وسبعين ذولي خطة مشتغلين عليهم الله ارادهم اختارهم لا نستكثر على الحسين انه صاحب مشروع الهي انه يحقق انجاز الهي وليست خطة الحسين ارضية هي سماوية بامتيار ليش لانه يخاطب جنس البشر ولذلك تشوفوا التفاعل العظيم الانساني مع الحسين من البوذا من الهندوس من السيخ من النصارى من اليهود اي واحد لما يشوف هذا الموضوع يشوف هذا الانسان بكل ما فيه من انسانية ينهار تحته يعني لما يلتقي بمجيش الحر ابن يزيد الرياحي يلتقي ويا بالطريق في العراق طوقه اجى عنده الفارس وقد كضهم العطشهم وخيولهم الرواية شا تقول فعمر سيد الشهداء صلى الله عليه بان يسقوهم وخيولهم بعد سقاهم الف واحد وانذل جايين يجعجعون به يعني انت تتصور الحر امن بي يوم كربلاء لويش هذا الموقف بقى في ضميره بالتالي يبقى انسان قلك هذا سقاني ماي في وقت شان يقدر يهلكني هالسان ارفع سيف عليه يا اخي ابن اسره ابن تربية يتحرك عند الضمير الانساني هذه اعظم اسلحة الحسين ولذلك تقول الروايات ان يوم العاشر ذهب اليه خمسة وثلاثين مع الحر خمسة وثلاثين من جيش الحر اللي شرب ماي من ييد الحسين التحق بركب الحسين يوم العاشر من معرم ليش لان هذا اثر بيهم العامل الانساني اثر بالانسان شي وش داني سقاهم وسقا خيولهم ثم قال هانا هذه اللي اوقف عندها حقيق ثم قال رشفوا الخيول ترشيفا يعني مو بس طوهم ماي ذبوا عليهم ماي بردوهن خيولهم خيولهم اللي جاي حاصرون بي لاحظ هذا شي يسمونه اثر انساني الانسانية عند الحسين الضمير عند سيد الشهداء هذا يحرك اي واحد عنده ضمير وجدان يتحرك بهذه المسألة فيتفاعل مع الحسين ولذلك نهضة الحسين نهضة انسانية لا تحجمها في دين معين في جينات معينة جنس معين لا قضية شبيرة هاللي الان تأثيره تلقى من غير اديان من غير دول من غير لغات يتفاعلون اياه ويكتبون عنه قصص ويعتبر رائد نهضة انسانية نفض الظلم والقهر هكذا حتى استحابه عياله معاه واخته معاه يريد يصعد الضمير الانساني ترى كربلاء شنو اسباب خلودها الوجدان العاطفة هي اللي تخلدت كربلاء تفاعل العاطفة مع الحسين عليه السلام هاللي تشوف البكاء على الحسين ابكوا على الحسين ليش لان هذه كفيل بان يخلد الانسان عندما تبقى هاي العاطفة جياشة تتفاعل معاه تبقى موجودة ام سيد الشهداء كان حريص على الواعز الضمير ان يحرق ضمائر البشرية يعني تخيل لو فقط كانوا مجموعة رجال وقتلوا غير ما يكون معاهم نساء وصبية ايضا الواعز الانساني يتحرك اكثر اكو عقول تتحرك تنهار لما تشوف نساء عطشة اطفال قتلى ها الامام كان يبعث برسالة لجنس البشر يتفاعلون مع هاي القضية فيكون نبراسا لكل حر ذا انسانية يتفاعل مع الحسين عليه السلام ولذلك اصطحب معه اخته الحوراء زينب سلام الله عليها طيب اذا كان لا يعلم بمصيره اين سوف يكون سوف يقول ها ما لا معنى ان يأخذ اخته فقط وولدين من اولادها ليش زينب مع ولدين مرايح واضح مشروع قتال اكو بالموضوع فراحة اولادها وياها واذا العائلة تنتقل خل العائلة كلها تنتقل مو لا زينب وولدين اذا زينب كان عندها هدف كان مرسمولها دور في كربلا وهذا الدور واضح الان تخيل حضرة جنابك كربلا من دون زينب لو ما كانت الحوراء في كربلا اش رح يصير اول شغلة يقتل زين العابدين يوم العاجر على يد الشمر من اللي حمدته الحوراء حمدته من الشمر الشمر دخل على خيمة الحزين الخاصة باعتبار هو قاتله فمن قتل قتيلا فله سلبوه هذا رسمهم قبض فراح على خيمة الحزين لو لاك المجرمين ما راحوا الخيمة الحزين يعذرون مو ام القاتلي فيروح للقاتله يسلبه وقاتله فدخل هذا الملعون فوجد زين العابدين على نطع ممدد كفرخ نسر يرتعش جسم كل ضعيف يرتعش فسحب النطع من تحته جلد نايم عليه سحبه وجرد سيف ليقتله فتعلقت به الحوراء وهذه معجزة في حد ذاتها واحد عفريت مثل الشمر يرحم زين العابدين بواساطة زينة هذه معجزة في حد ذاتها لو لم تكن لقتل الإمام السجان ولو لم تكن لما عرفنا هدفا من أهداف سيد الشهداء في مجلس بن زياد من اللي يعرف الناس شنو حقيقة بن زياد وحقيقة الحسين وأهدافه وتقول لما رأيت إلا جميلة هؤلاء قوم كتب الله عليهم القاتل فبرزوا لمضاجعهم وسوف تحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجن من يقدر يتكلم في وجه هذا المجرم الطاغي الأرعن لاحظ غير السيدة وتلم العائلة والأطفال بنفسها وأراد أن يقتل السجاد أيضا فمنعته سلام الله عليهم وهكذا في الشام في قصر يزيد يتحرك ضمير واحد جاي سفير روما الدولة البيزنطية العفو سفير الدولة البيزنطية في مجلس يزيد يتحرك ضميره ويؤمن بالحسين فيقتل يزيد يومر بقتله لأن هذا ضرب لمشروع يزيد مع أنه عنده حصانة دبلوماسية هذا سفير انهار بخطب الحوراء زينب انهار هذا الموقف ولذلك تجدون أن هذه السيدة الطاهرة أشركت مع الحسين في مسيرته الله سبحانه وتعالى شنو يعطي للحسين قاعد يعطيه انتوا سامعين امرأة لها قبرين في دولتين أو في قارتين ما موجود لها قبر في آسيا في سوريا وقبر بفريقيا بالقاهرة مدينتين بسمهم هنا تزار وتقبل الأعتار وهناك تزار وتقبل الأعتار نبي لا منبي شنو هالخصوصية شيء اطى الله للحسين يعطيه كمانا لسيد الشهداء مقام في القاهرة ومزار في كربلاء هي زينا بمثله لأنها شريكة معه في هذه النهضة العظيمة ولولاها لماتت فلسفة الحسين كما مات الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبينه يكتبه فلن تظلوا بعد أبدا والجماعة قفلوها عليه وراح الكتاب ما عرفنا شي يريده يبين النبي الحسين بواسطة زينب عرفنا شي يريده بهذا الناطق الرسمي الحوراء عليه السلام ولذلك تجدون أنها سلام الله عليها نعم جسدت روح الحسين وما يحتاجه الحسين أن يبين للأمة كانت هي قد أدته بأعظم الأدوار ولا يمكن تصور هذا الموقف الذي مرت به سلام الله عليها فما زالت تحمي العيال وتحمي الأطفال وتخطب من الناس وتبين للأمة معالم دينها لأن الإمام السجاد دخل في تقية مشددة بعد كربلاء زينب هي اللي كان القرار الديني العام بيدها صلوات الله وسلامه عليها فحمتنا هذا التراث الله أعلم لو لم تكن هل كانت تصل لنا هاي الأمور بسهولة مثل ما ألا الموجب بين يدينا الله أعلم ولكن قيض الله للحسين ناصر اسمه زينب سلام الله عليه ولذلك لا أطيع على حضراتكم لا تغمطوا نعم طاقات بناتكم فلربا بنت صغيرة لك هالصغيرة هاي بزر القعدة يسمونها هي هاي تحفظ تراثك مو بشرط الولد وشوارب لا يجوز هاي الصغيرة تحفظ تراثك واسم عائلتك لا تغمطها لا تقيد طاقات بنتك والله بنتي هذه وأزوجها وقعد يا عم إذا أعتطاقة ليش حصنها ها وخليها تنطلق يجوز تحفظ اسم العيال يجوز تأخذ دورها وأبيك تكون مفخرة لأسرة كاملة وش قد عدنا الآن بنات نفتغر به والله وصلا الناس يشتغل من الفضاء لاحظ لذلك إذا وجدت طاقة عدها خليها تحافظ على دينها بالمتيسة وخليها تنطلق تأخذ ما جدها ما تدري أنت يجوز يختزن كل اسمك بها تخلدك هاي البنت الطفلة وإلا أنت تعرف شنو نصرت الحوراء ليز حسين عليه السلام وحدها فيلق وحدها جيش كل الاثنين والسبعين في جانب وموقف زينب في جانب آخر إلها دور آخر لا يغني عنه حتى أبو الفضل العباس الدور اللي قامت به الحوراء زينب سام الله عليها هذه زينب تخيلها أيام أمير المؤمنين ما نقدر نركز عليها الأضواء كما الآن في كربلا معقولة نعم الله أخرج لنا هذا الثقل الزينبي فكانت سلام الله عليها بهذا الوضع حتى رجعت إلى المدينة إلى مدينة الحسين ومدينة جدها سلام الله عليها يقول الإمام زين العابدين لبشر يا بشر رحم الله أباك فقد كان شاعرا ها ادخل المدينة وانعاء الحسين لأهلها يقول بشر جئت إلى مدينة النبي فاصحت بالناس أيها الناس الخبر الخبر الحقوني عند قبر رسول الله يقول فهرأ الناس معي إلى قبر النبي فلما وقف على قبر رسول الله صاح يا أهل يذرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فاد معي يا عين مدرار الجسم منه بكربلا مضرج والرأس منه على القناة يدار أولى صوت من الجمع الأكبر طلعت مرأة تمشي وتغثمر انت بعد عرفت هياهي صاحت يا ناعي يا عيش الخبر مر الصوت تكلع عند الصخر فسر أثار 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 المر يا يا مغباس الأزار يا ويل يا أم المنين انكلا يا عظم الله جرين يا اجب جعفر وعون ادقل كل فدل حسين يا نيرحون يقول بشر فنظرت إليها وهي تحمل طفلا لها بن فضل العباس هذا عبيد الله بس هذا اللي بقى ذرية العباس من عده وهي تحمل طفلا لها بن فضل فرحمتها فقلت لها عظم الله لك الأجر عظم الله لك الأجر بها بن فضل العباس يقول بشر فسقط الطفل من يدها ووضعت يدها على خاصرتها وقالت يا هذا لقد قطعتني آت قلبي ما سألتك عن العباس أخبرني عن الحسين فقلت لها لقد قتل فاصنري ما أنت الظانعة وإذا بها تصيح وولدا أيها حسين وجاءت إلى أين إلى زينب تعزي تعزي وجاءت إلى أندار الحزين وقد عمرت الحورى بغلق الباب وقالت لا يدخل الناحد علينا فلما رأت الباب مغلقه انصحته يا فقد الأحباب الشام حجية دار الأطياب هنا يا كسم عن الصيح على الباب بجاعة زينب وصاحة أتلقنا بالله يا يقوم من ساعدنا والله يا يمو البنين الراحمنا ابدوا أربع بحومة الميدان فاستقبلنها النسوة وإذا بها تصيح وولدا وحسينها فعجابتها زينب وآخا وعباس اتلقنا بالله يا يمو البنين والله خافانا خافانا قصرا وعنصرة حسين اتقلها لا يمو اشتقوني والله ثلث تنغى من أخوة الطيبين بذلا ومهجهم دون الاحسين إنا لله وإنا مليه راجعون